هوشي ام ام اي موسيقى مساك و ورد مع الطار ياسمين شباب صبايا ايمن مسكين واك طارق اهدى كتير حكيت انت لما هوشي يبدأ اسكت لا تندم عاكس لوز وسكر زي هم ابيض اسمر طارق عم يتمسخر ايمن بس بتحضر نفس الطايتين عا اكبر شوي لو تحكي قدامه راح يبلع اقناه زي راقنر ايمن يخزوا طارق بالا قنز و روكت بس ما طارق حتى حوارهم في كتير زناخة يا مساء الورد والاسمين عليكم يا شباب و يا صبايا معاكم طارق وايمن من هوشي ام ام اي وبنرحب فيكم بالحلقة تلاتة وتسعين من هوشي ام ام اي الموسم الاول موسم الاول الموسم الاول كيف موسم ما في موسم بعرف اسوخة بظلوا الاول ازا هيك ازا ما فيش موسم طيح مش هنعمل موسم تاني ونرجع نبلش من واحد نعمل مية بمية بمية اطلب منك طلب صغير اه ما بعرف انا شو خطتك بس ما تطولش اعرف مش عم بطوله مش عم بطوله بس مش عم بفضى احلق يا الزلمة والله مش عم بطوله والله مش عم بطوله بعرف بعرف شكل كان طارقه هلا بدي بديش ارجع بدي ارجع احلق خلص لما شوفني هيك اعرف اني مش فاضي اه كل ما تقص شارك فاضي يعني بهايك اسمع انا عندي الحلاق صار عبارة عن اجازة اجازة اه انك تروح هيك وتريح بعد اخر مرة رحت عملت اضافري اول برة في حياتي اخلي احد يعمل لي اضافري اذا بتحكيش هيك انلاين شو بتحكيز والله بحكي جد يجد هاي البنة تقول سير قلت لها يلا دوسي لا 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 كي يفتع حالي ما اطلعت برة هيك انه واصبيع جريك كما اه 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 والله ما بس تحملش انا والله اسمع شعور ابن حرام اي ريكميند هايلي ريكميند حطولك اشي لونولك ياهم مشو لونهم تستاهب القاعد بس يعني انه ورجيني ورجيني لا هلا عادي هلا عادي بس لا هيك قصتهم هيك وعملتهم بالهادو هيك حسيت حالي حسيت حالك اشي جديد حسيت حالي بني اذن بني اه تعمل لا ولا هيك لا لا ساعة طيب اذا ليش هيك كتير يا اخي ليه بتعملني معاملة سيئة يا اخي يا اخي بنتدايك منك شو دي اقولك مش مشكلة تدايك بس حاول انك يعني تعاملني بطريقة احسن من الطريقة اللي بتعملني فيها نحكي لقدام اليوم طيب خلينا نبلش احنا طبعا عنا عنا اسلة من الجماهير عنا اسلة من الجمهور فاهم اشي يعني اليو اف سي افنت اللي كانوا الأسبوع الماضي والقبله يعني هاي كل مفايتين ثلاثة بنحكى فيهم ففشق على الموضوع بسرعة طيب فيهم بسرعة وبعدين انت لا اسألت الجماهير حلو حلو الفايت نايت اللي اللي مش الأسبوع الماضي اللي قبله اللي هي اليكزاندر راكتش ويان بلوهويتش يمكن هذا هو النزال الوحيد فعلا اللي بنحكى فيه انت كيف كنت شايف النزال ماشي قبل مصارى اللي صار؟ انا كنت شايف اه راكتش فايز اه بس مش انه فايز انه خلص انتهت بس كنت عم بتوقع اشي من يان بلوهويتش بس ما توقعت هيك اه ما كان برأيك انه في الجولة الاولى الراكلات اللي على الاجر كانت عم بجيه من نتيجة منيه حليان اه بس بشكل عام اخد جولتين راكتش اشو انا انا معاك انه جولة الاولى كان بالنسبة انا سجلتها لراكتش وما رجحت احترط النزال الجولة التانية انا كنت شايفها كتير قريبة قبل مصارى اللي صار ومش مستوعب انا كيف للي فيكم مش مهم احنا عن شو مهم نحكي اليكزاندر راكتش نجم صاعد في الفئة المتين وخمسة والكل كان يعني يعني كان هو مرجح انه يفوز والتوقعات العالم منه كانت اشي كتير كبير وكان فايز على البطل السابق اللي هو يام بلوهويتش اللي خسر لاقبه لغلوفر تشيرا وبالجولة التانية ما عمل اشي كان عم بتراجع لورا حط اجره جولة التالتة التالتة سوري صح التانية كانت كتير قريبة ما عرفت اسجلها حط اجره ومسك ركبته من ورا ونزر على ارض وانتهى النزال اظن يعني ما اظن هاي بس صوتتي اظن برضو من ركلات ما مش 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 عارف مش عارف انا انا بتوقع انه يمكن من التمرين اي منوذ ما بعرف يا اخي مرات بتصير يا اخي صار بتوني فرقس المرة بس دعس عجره ويك صار وراحت ركبته هاي اصابة مخيفة ما بس تبعد لو يعني هلأ افل اخر سنة اه اقل واجب اعمل عملية اردي عملها اه اعمل عملية هلأ كان حكي له غلوفر تشيرا اذا انت بتفوز وانا بفوز هعطيك فرصتك انك تسترجع اللقص هل برأيك انه هذا اللي صار يكفي اه طبعا انه يفتح له الباب ولا حي طبعا مين في غيره اه ولا حدا انكلايف انكلايف اه انكلايف 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 هو يعني انكلايف هلأ خلينا نشوف شو بيصير مع برو هاسكا اول شي بعدين بحكي بالموضوع انت شو برأيك هيصير مع برو هاسكا ما بدا اجواب اليوم بدي افك الموضوع احضر فايتس برو هاسكا اقول لك مش 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 هتلاقي كتير في اليو اف سي حتضطر ترجع لأيامه في الكيك بوكسي مضبوط لا ايامه في الامامية اصدق مع رايزن مش كيك بوكسي عنده كتير امامية فايتس انكلايف 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 انا بتذكر نزاله في ابو ضبي ضد فولكن اوزدمير زبالة انتصر بس تحطه مع كونتر فايتر تاني رح يكون دائما زبالة مع مين لعب بعديها ايمانوف انكلايف بعد اوزدمير لعب كمان نزال مش لعب مع كوتلابة وفاز عليه نوكاوت دقيقة هاي لازم هاي لازم ادورها اللي بصراحة انك يعني عندي لا مع سانتوس مع تياغو سانتوس سوري سوري تياغو سانتوس مه اه ما كان هالاداء الواو صح بدنا تذكر ثلاثة فايتس اه ما كان هال هالسفاح اللي احنا يعني مفكرينه الوحيد اللي خلص عليه اخر اللي هو وراه اربع فايتس بس هو كوتلابة بس كوتلابة مش كاونتر فايتر متو هور فهذا هو اللي صار يا اخي وتياغو سانتوس بوردو كاونتر خلينا نشوف شو حيصير بابتار خمسة بذكر انت الاسبوع اوه اخر حلقة عملناها طلعنا بفقرة سلة النفايات بالنسبة للنزالات سلة النفايات للنزالات سلة النفايات للنزالات مظبوط اليوم عندي فقرة جديدة بدنا نطلع فيها اسمها اسمها وينهم وينهم مين هني دومينيك ريس دومينيك ريس دومينيك ريس وينه وينه صحيح نسيت عنه كمبليتلي وين دومينيك ريس وينه صحيح وينه فكر فيها مين عندك كمان من عطم في فقرة وينه زبيت زبيت خلص دوسي الدكتور دومينيك ريس دومينيك ريس وينه دومينيك ريس وينه حرام دومينيك ريس وينهم يعني احنا عارفينهم في اليو افسي بس مش عارفينهم في اليو افسي صحيح ناس هيك اسامي يعني بنسمعها بس يعني بطلنا نسمعها مظبوط مظبوط طيب خلينا نروح لنزالات الاسبوع هذا اللي فات مش عارف شو احكي لك في شي اشي من اللي شفته يعني هذا الحدث كله بدي احطه في السلة هولي هوم فييرا فازت فييرا أنا شفت هولي فازت بسجن سانتياجو بونزينيبيو ضد ميشيل مايكل بيهيرا ميشيل بيهيرا رائعة جدا كانت من احدى الفايت الفين اتين وعشرين نزال جميل بس مايلو اي ابعاد كتير حلو الفايت لا فهيرا هلأ زار كنتندر ما لك يا زلمي مين حيلعب معه؟ لحد هلأ مش مصنف انا اقول لك لا مصنف مصنف كيف مصنف ما اتوقع مصنف معه بالولترويت مين بدك تصنفه ما اتوقع انه مصنف بس حتى لو ما مين بدو يلعب معه يعني انا بتوقع انه هو يمكن الخطة المنطقية بالنسبة لواحد زي بيهيرا هلأ انك تعطيه فايتات ممتعة مصنف 14 14 مش مصنف يعني مش طب تن بس شو هدا خامس او سادس نزال عالتوالي اه؟ ما باره حلو استغلو يا اخي مسلي مسلي ممتع اندفاعي هجومي اه هو كنت لعبة اه سوري بونزينيبيو ضارب وضارب صح بونزينيبيو مان اللي اللي بس انا شفت يعني مش عارف يعني كانت سبلت هي اه جدا قريبا كانت اه بس اللي ما احد الفايت ارجوكم احضروها كتير هلو بالفايت كانت فايت جميل بس زي ما قلتلك ما له اي ابعاده بش هغير ولا اشي الشغل يعني انا يمكن انا يمكن اللي اخدته منها اللي اخدته انا يمكن يا بهاد اللي بقولك يا حطوه مثلا مع واحد زي اه اعطوه مثلا شو اسمه اه هورهي 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 اشي هيك اللي يحطوه مع واحد يكون مهاوش زيه نفس العمر خليه وفوته يكسروا بعض الجمهور بتسلى بس مش حيلعب على اللاقب مش مش حيقرب على اللاقب وكن تلابة ليش بدلني اقول كون تلابة انا بونزينيبيو كون تلابة من رجعته لحد هلأ خلص يعني زي ما واضح انه كتير هلأ هذا النزال كان حلو هذا النزال فعلا كان حلو كان ممكن يفوز كان كان قريب ازبى الماتش اب كانت لبونزينيبيو بونزينيبيو هو بحيرة ازبى الماتش اب عشان نفس نفس الضعف ونفس القوة عندهم من تنين بس اخر اربع نزالات ايمانوذ خسر ثلاثة من كلينيك كانت خسر ثلاثة من اخر اربعة مين خسر ثلاثة من اخر اربعة كنت لقى بونزينيبيو مش عارف ليش انا بصر انه بونزينيبيو اسمه كنت لعبة خلص تنع ماهو ببليه قبل ما يخسر من نينجليان كان فايز عماغني عجروا لني الماقني غانر نالسن مايك بيري كي او غانر نالسن كمان كان كي او اه بس اخر خسرتين كانوا سبلت معك بس 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 يعني لما كان لما طلع قبل اصابته كان كلنا عم نقول انه هذا ممكن يكون بطل بعدك تقول هذا ممكن يكون بطل لا 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 صار عمو اظن ست وثلاثين سانية هاي السنتين الغيبة السنتين هاي ضرته طيب هدول هم النزالات بصراحة اللي بنحكى فيهم اخر اسبوعين ما شفتش اشي من ال لا في نزال بنحكى فيه كمان مين هو مين انت اقول لي مين انا حبيت راين سبان وكوتلابة راين سبان وكوتلابة حلوة ايش كمان دايفي جرانت دايفي جرانت مان مش طبيعي مان مش طبيعي حرب ماكاوت بتجني ان كانت حرب مان بعدين هو طيوب اه بتعرف بتحسه درويش يعني ما فيه اي نوع من انواع اللقم مزبوط اه كتير زيك زي مين كمان شو كيقينو هي باس الاسبوع اللي قبلو ثاني فارق الحجم كان واضح ثاني اه شوفنا اخيرا شو اسمه الديبط تبع التاتسورو تايرا صح اه سبميشن في الجولة الاولى هاد الولد عليه كتير شو سبميشن لا اه دسجن كيف سبميشن شوان تح سبميشن ما اه لا اه صح صح دسجن يونانس صري هاد الولد عليه ضوء كبير يعني الجمهور الياباني معلق امالهم فيه وشوفنا رجعت مايكل جونسن مان ايش اللي صار مايكل جونسن مان ايش اللي صار مايكل جونسن ايش ايش اللي صار ما مش طبيعي هاد الولد عليه ادم اوه بتجنن كان بتجنن يا اخي مايكل جونسن كل ما انت خلص تحاول يعني توصل لمرحلة انك تقريبا تنسى تشطبو تأكس عليه برجع برجع بعمل لك هيك حركة شوف الاسامي اللي منتصل عليها مايكل جونسن في مسيرته هاي يا ظلم مايكل جونسن مش مسح يا ظلم ايام زمان قبل ما يخسر دول الاب الحبيب قبل ما حبيب يغير له يغير له نفسيته فاز على تيباو لوزون بربوزا داستن بوريه فاز عبوريه جونسن با لو خسر هاي جونسن كان طالما اليوب سي اه مية بالمية كان صرحوه مية بالمية كان صرحو بس يرجع لكم بعض خسارات قبليها بربعض يرجع لكم هيك رجعة بهيك تخليص سيقول له من وين جبو من وين طلع مش طبيعي صراحة انبسط له شو بدي اقول لك بس هو هيك دايما ايما هو هذا واحد من المقاتلين اللي انت يعني مستحيل تعرف شو النسخة اللي هتجيك ليلتها لما يكون باحسن نسخة له مايكل جونسن من أروع المقاتلين بس صار لفترة مش شايفينها فنسيناه زين ناني ما تذكر ناني اوه شو من وين جبته هذا طبع مانشستر يونايتر فرتغالي كان يجي ايام دبر ككات قوال قول منصف الملعب ايام بيعرفش يركد يعرفش يركد فهو ناني تبعا اليو افسي طيب اسمعني يا ناني فضل اسئلة من الجمهور ما كتبتهم برضو هتطلع عليهم هتليفوني يا الله عليك ليش هيك انت يا اخي لانه عن جد انا هلأ خلصت شغل فارحمني سؤال من هاني سؤال من هاني هحكي الاسم الاول وريح راصي لو صارت بين داستين و كولبي مين ممكن راح يفوز لاحظة شوي هم بحاول اطولهم عندي على الكمبيوتر والله بتكون ريحتني مش بتذكر فاسورت طبعا تخيل لانه عنديها على الجوال على المحمول على الموبايل والله مش بتذكر الباسورد ديها خلص مشيها عصير لو صارت بين داستين و كولبي مين حيفوز انا بالنسبة لي جوابها سهل هاي جدا كولبي حيفرم وفرم حيأكله اكل ما هم يفرم وفرم طبعا ولا انا شو عم بتسوي انت كنت اصلا فادر ويت طلعت لللايت ويت داستين بورية زمان طلع لللايت ويت هلا بده يطلع كمان خمسة عشر باوند سبعة كيلو ولا ستة ونوص كيلو اللي هو سبعة كيلو قل نحكي تطلع سبعة كيلو تنزل ضد يعني صف كمارو اسمان على جانب هو النمبر وان انا بالنسبة لي النقاش مش نقاش حجب لانه كولبي واحد من المقاتلين اللي ما بينزل وزن فعلا يعني هو بلعب على مئة وسبعين وزنه الطبيعي مئة وثمانين دايما محافظ بس تعود على الديفيجين تعود على الاجسام والجثث بس فارق مهارات فارق مهارات خيالي هلا زبالة بالنسبة لبورية بالنسبة لبورية بس المشكلة ببورية عنده اشي يعني مش اشي واو ابدا بورية بده يجي بولاد عمه وولاد خالته عشان يساعدوه يمنع التاكداون بلا حكي فاضي فارق مهارات بيفرموه لو حبيب طلع للوزن هذا السؤال من ابو حمد قاسم لو طلع حبيب الوزن نصف المتوسط تتوقع يقدر يهزم وحوش مثل حمزة وكلبي وكمارو عيد السؤال بالله لو طلع حبيب عند حمزة وكلبي وكمارو بيقدر عليهم لو طلع الوالترويت اه اه كل معنى الكلمة يعني اه انا ما انا ما يمكن احنا لانه شو بده كان نحكي لك واحد تسع وعشرين صفر وثلاث عشر انتصار في اليو اف سي ثلاث عشر صفر وشوف عمين وشوف عمين انتصر وشو عمل فيهم والطريقة اللي انتصر يا شو بده يحكي لك ما فيك تقول لا يعني ما في اي حدا في هدول الفئات بما احترامي لكمارو اللي واجه حدا زي حبيب صح صح عبد مطر اوه هالسؤال ما احلى ارمن ساروكين ولا متايوس جامرات ايخ اوه انا حقول ارمن ساروكين لسبب واحد عشانك بتعرفه لا 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 مش عشان هيك بس لانه انا بالنسبة الي ارمن يمكن يكون هو واجه اه واجه الاسلام قبل ما تكمل بس افتح الراكورد طبع جامرات قامرات شو بده يكون ما الواحد واحده عشرين صفر عشرين واحد قامرلا عشرين واحد وارمن ساروكين تمنطاشا اتنين بس انا بوافقك بقولك ساروكين انا بقولك ساروكين لسبب واحد انه قامرات خسر من قرم اوكي بس خسر شو خسر من قرم خسر من قرم خسر من قرم. بس قرم يعني. قرم قرم بايدوي قرم مش مسحة. بس يعني يمكن انا بقول لكها شوي ساروكين لانه واجه اسلام. وما كانت ما كانت كدير بعيدة. جاي من بريف صح? هو حمزة. بدي بديز. وهو سؤال حلو اه بس بقول لك انا ارمن ساروكين. كامرات واحد وثلاثين سنة. وقدش ساروكين خمسة وعشرين. اه كامرات ساروكين. بس ما دخل عمر بحيك عمر. انت بقول لك اصلا الامامي البيك تبعك بين التسعة واثنين واثنين وثلاثين. معاك معاك. من معاك وجثة وفيزيكل وكل شي مع بعض كل شي بيجي مع بعض بعد بين تسعة وثلاثين وثلاثين هيك. معاك. يعني ابو اسمع انا بقول لك ساروكين بس مش بكتير. قامرة قدها. اه اظن اظن ساروكين جعان اكتر كمان. اه. هيك وحسوا. في حد بعد لكابتن اي ساعة. السؤال سؤال كتير حلو. سؤال كتير حلو. عبد مطر. اه. عبد مطر. اه. سؤال كتير حلو. سؤال كتير حلو. سؤال كتير كتير حلو. في سؤال جاييني. من اه. حسب الله. امينجينجين. كابتن اي سح الفايت اليوم بتوقيت جبوتي. اه. افضل مقاتلين صاعدين في اليو افسي. هاد السؤال. من عبد سرحان. صاعدين. هلا حكينا عن واحد. هلا حمزة اكيد. صاروكين. صاروكين. هلا حمزة صاعد. وفتح البيت ودخل وعفش وفرش وعام. خاص. نسبيا بس عنده اربعة اربعة اربعة. خمس فايت صاعد. انا باخدها صاعد من ناحية النجومية. نجومية ولا قدرات. ما انا بخدها نجومية. انه معروف. اذا نجومية عندك بادي بمبلت. عندك اه 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 او مالي. ماليو مالك. اه شون اعمالي. بس من ناحية قدرات لا. بقول لك شفكة رحمنوف مثلا. شفكة رحمنوف. اه ساروكين. قامرات. مظبوط. مين كمان؟ اه اه. اه اتتتتت من عندك في الفلاي ويت. عندك سونية دونج. سونية دونج. سونية دونج دونج. اربعة وعشرين سنة عمره مان. متخلف مش نون ولا حبة. ييري بروهازكا. ما تستعمال يعني جديد يري. You mean Uri Proreiben. Pro따. Syril Gaan يوسية انا Yeah ning بقول لك انا شفكت و. زلمتك البريطاني في الهيفي ويت. اسبنال. اوه. تم اسبنال. هذا مشروع بطل. مية بالمية. هذا مشروع بطل. هذا تم اسبنال. هاي هي. هاي هي. هاي يا سامي تفضل غير هيك يعني هاي هي. هاي كتير حنا نساهم حيزعلوا. يعني انا مش اقارل سيلي. بدي افكر مضوع شوي بارجعلكم ازا كنت طلع معي اشي كمان. اه. هذا السؤال انا زالتك اياه قبل شوي انت ما حبيت تجاوب عليه. ازامات مرزقانوف. ازامات مرزقانوف. اه. من كما كان عندك? غير ارمن. اه. ايفولوف. مظبوط. موفزار. فلتي. فلتي الولد. امير البازي. في في. اوكي. اه. جافد. هذا السؤال سألتك اياه ما حبيت تجاوب عليه قبل شوي انت من عزيز. كان غلوفر بيت يري. يس. طبعاً. هاي كان بيت يري. بس. غلوفر كان بيت جون جونز. بس. هاي كان بيت anyone. بس. اه. في سؤال كتير غريب. في ويلهي يعني. يا اخي. انا كنت احكي بروهاسكا. انت كنت تحكي بلوهوبيتش ازدك. اه. انت بتحكي عن يري هلا انه ويلهي ما بعرف. اه ما اقولك. يري بروهاسكا سترايكين قرافي. بس رح يقدر على الرسلينج والقرابلينج والخبرة تبعت تشيره. ما عندي جواب الله. ما عندي جواب الله. صعبة. عم تتذكر انا وياك شو كنا نحكي قبل غلوفر و. و اه. شو اسمه. وبلوهوبيتش. انه يريت ياخد اللقب. يمسك الحزام ويتقاعد. ويكون هذا اخر نزال له. ما عملهاش. قرر انه يضل الحبيب. ما بدي اياه يخسر. انا. ما بدي اياه يخسر. ما بدي اياه يخسر بهالطريقة. ما بدي اياه يطلع مش بطل. فاهم علي. الان اشوف لو خسر من يري بروهاسكا رح تكون خسارة شميع. هتكون تفجير. هاي المشكلة. رح تكون نوكاوت يعني ما رح يرجع منه. لو خسر. ما رح تكون دي سجن لا يري. يعني. لا ما هتكون دي سجن لا يري. واحد ما احضرت مع غلوفر هديك اليوم مقابلة مع اه شو اسمهم? مورنين كومبات? اه. غريب يا اخي مجنون شوي هو. غلوفر? اه شخصيا غريب. ولا حبة. ولا حبة. طيب يلا كمل كمل. ولا حبة. هذا مش سؤال اصلا مش عارف. بعد دي سترويد باي اوثمان. يا حبيبي بادي بيملت اوثمان مش في نفس الفئة. لا اوثمان ازعيتر اصدق. اوثمان هو كاتب. اوثمان ازعيتر اه اه انا بقول عثمان ازعيتر بيفوز على بادي بيملت. اه. صلاحة اما انا اللي شفته من بادي اول نزالين له في اليو اف سي. كتير 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 بفاتح باب ع حاله انه ياكل كي او من حيث لا يعلم. بيفوت ورافع. فكو هيك. مزبوط. اه. وجوجته تبعك مش مش هيفيدك مع مع واحد زي ازعيتر. بنيل سو اندريتد معك. مش سؤال هذا. مية بالمية بنيل اندريتد. مية بالمية اندريتد. هذا السؤال. هذا السؤال حلو. شود اسلام فايت تو بور فايتس بفور اوليفيرا. لا هي زلمة تو مور فايتس. شو هي زلمة تو مور فايتس. كيف تو مور فايتس. يلا عاطوني اياها. الا اول شي ما في بطل. اوكي. لو في بطل ممكن وان مور فايت. عشان بدك تاخد اشي من حدا موجود. هلأ ما في. فمين ده تحط مع اوليفيرا. يا بتحط بنيل ضد اسلام وتخلي اوليفيرا يستنى هيك. او بتدخل اسلام مع اوليفيرا. ما في غير هيك. ما في غير هيك. اعطيني اي حال تاني. ما 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 في. ما في. ما في. شو بترجع تدخل ترجع تدخل ترجع تدخل قيتشي. قيتشي خسر من اوليفيرا. تشاندلر خسر من اوليفيرا. بني لسه. لسه ما بستهلها قد اسلام. اسلام زرمة عشرة. عشرة. بنيل تسعة. ما مش تسعة. تسعة. اتوقع تسعة. مش متأكد بس ازا بازا اسلام عشرة. بنيل حيكون تسعة. شيك حتشوف. حتنصدم. الفايتستريك تبعت بنيل ما لها حل ما. ما لها حل. بس برضو ما انت النجومية. بعرف. بعرف. وهي بالاخر الموضوع اليو سي. سبعة. سبعة بنيل. في فرق. هي بالاخر موضوع اليو افسي دايما هيكون برضو زي ما ايمن حكى. اللو دخل في المصاري. جماعة جيني. ما فيه يلعب على اللقب. هيو خسر. جوستن جيتشي ما فيه. وجوز اولفيرا ما فيه. معك. ما فيه. جوز اولفيرا ما انه. ما ما عنده اللقب. فهو اول. ما في تشامبيون هلا. اه. فالثلاثة اللي جايين بعديه. كلهم لعبوا ضده وخسروا. فهلو دور اسلام. يس. انا كنت اقول. انا كنت اقول لا خلي يلعب كمان وحدة. وين كمان وحدة معنا. بس هذا كان يعني من زي ما انت حكيت. كان ما ما خف عن الاعتبار انه اولفيرا. بعده هو البطل. بس كلامك صح. بما انه هلأ اللقب شاغر. لا خليهم يلعبوا مع بعض. بس مش عجبني الحديث اللي شغال. وانا وياك حنتناقر لقدام. بس مش عجبني الحديث اللي. اللي شغال بالذات الوطن العرب. ما فيش اي نوع من انواع الاحترام لشارلز اولفيرا. بعد كل اللي عملوا. بعد كل الاشياء اللي ورجعنا اياها الكل يعني مستقلين ومستطلطينه. ومستقلينه لابعد الحدود. وكل مرة بتعملوا هيك وكل مرة بتاكلوا عراسكم. اسمع لك تعرف ليش ولا بعدين. اتفضل. تفهمني. كمل اسئله وبقولك بعدين. اوكي. عشان اظن في سؤال اه رح يسأل ليش. اظن اظن كني اريته. افضل خمس هاد السؤال من كريم. من كريم. افضل خمس منظمات في العالم بعد اليو اف سي. اوف شو صعب السؤال هاد. اذا الاولى اذا الاولى يو اف سي عندك الخمس اللي بعديها بلاتور. بلاتور وان. بي اف ال. بي اف ال. وان. وبعدين عندك هادولة يعني نحكي اذا يو اف سي فو. شامبيون. اوكي. لاتسي يو اف سي هنالشامبيون. اه. بعدين عندك التوب كونتندرز هن بلاتور وان. اه. وبي اف ال. هلأ في تحتهم بيجو امثال مثلا كيج ووريورز. كيج ووريورز. كيج ووريورز. هاي الوابعة. انا في رايزن. بس هلأ رايزن خلص. لا رايزن ودعت. كيج ووريورز. اي سي اي. ان فيكتا. ان فيكتا للسيدات. بريف. هدول هن. هدول هن. هدول هم. هدول هن. بريف يعني على مستوى كيج ووريورز. كم نحكي. UAE ووريورز. كيج ووريورز. بريف. هدول على مستوى واحد. إخدكم السؤال. هدول اسلام دستين بوريوري. بفور غوريور عيو LAE ووريوريوريرج ووريوريوريوريور ان كاني. هادا من تنتر migrant. ههه. أول شيء هلأ داستن بوريا طلع 170 ينظر مع هذا وخسران هلأ ضد أوليفيرا لش إسلام اللي عنده 10 أو 11 وينسريك يجي مع واحد خسران فلوس لا 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 فلوس خلاص مش حلوة يبر عم وفاز عليك غير شوي أوكي هذا السؤال من اشي اه حلو والله سؤال قوي طيب ما عدي جواب كمل السؤال مين انت برأيك في نوع الواحد الناس كثير بتحبه بس أنا بقول مش هيعجبك جوابي أبدا جوابك مش هيعجبك انت أبدا هورهي ماستدر ما أولا معاك هورهي ماستدر نيت دياز مسلي نيت دياز مسليين ممتعين شخصيات نجوم بس نه مية من مية من نفس الحساب مش سؤال هوي عبارة عن جملة statement لا الله غبية بس حققها وقولك انه انت أنا مش عارل هذا اللي انت عم تحكيه حاليا غباء Francis not champion and I hate him because he beat great people because of his power بكرا فرانسس لأنه منكوت الكل أهفك بالتليفون هسا not champion and I hate him because he beat great people طب شو أعمل لك مشكلته يعني انه he beats great people he beats people with his power طيب يلا على بعده اوه هدسوا على الحلو من برضه من نفس الاكاونت بعته لأسئلة كثير هاي بدها حلقة لحالها هاي بدها حلقة لحالها اوه شو بحضر شغلات هاي بدها حلقة لحالها بس أنا مشكلتي يعني بقدرش أحضر أكتر من إشي يعني بحضر لي حلقة باليوم قبل ما أنام من إشي واحد بظلني أكمل كل يوم عبر ما ما يخلص السيريز شو حبيت أوزارك طوي اف اا كتير حبيت أوزارك كتير حبيت يالوستون اوه يالوستون كتير حلو نار اه بستنى الحلقة الجاي السيزن الجاي يعني مطول شهر تسعة لسه رح يبل شو بروداكشن بشهر خمسة هلأ آه لسه آه اسمع في مسلسل جديد بضحك حلو يحضروا اسمه باري شوفتو دوري أكتير حلو تحشيش من تحشيش آه حلو حلو باري آه فيه كتار فيه كتار شوفي إشي ريسنتي شوف الالتايم فيبرتز طبعوني هن اللي بضحكوا هن التنين ساينفلد نمبر ون يعني ما ما إشي بيقرب على ساينفلد وكرب يور انتوزيازم هدولة التنين يعني هن عندي تعد تيجي على البيت عندي بتلاقي محترسين على الباكران دايما ساينفلد أنا معاك كرب يور انتوزيازم مش قد ساينفلد معاك لا يا زلمي لا يا زلمي هو الكرييتر تبعا ساينفلد معاك أبعرف ولا حبه ولا هذا خالص كازو يا الله شوف من الأشياء اللي بتضحك آه ما بعرف آه ساينفلد يا ما إش فيش شي ساينفلد دات ساينفلد شو اطلع برا آه اطلع برا اطلع برا لا مراهقين للمراهقين هذا هذا مش كون ما لما كان كنت مراهق أيام ما كان طالع إيش فيه انت بعدك مراهق خليني أستعد 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 أيام شبابي يا عيمينوف اسمع في في مسلسل اكشن وهيك اسمه غورير شفته مش بطال مش بطال مش بطال طب اسمع خدك السؤال من جواد كيفية الدخول إلى منظمة محاربي الإمارات آه شوف يا سيدي شوف يا سيدي حسب هلأ انت وين في أي دولة حلوح اتعشى وارجع لك عبير ما تجاوب السؤال آه لا لأنه يعني عم بحاول أجاوب السؤال بدون ما أخربط وأغلط شوف انت في أي دولة روح على النادي اللي انت شايف فيه منه مقاتلين من هذا النادي عم بلعبوا في محاربي الإمارات يعني ما تكون انت مثلا قاعد في نواك شوت تحية لأخواننا في نواك شوت و عم بتدور على تلعب في محاربي الإمارات ما حدا حيتعرف عليك الصعب حتكون روح على النادي فيه ناس فيه احكي مع هدول الشباب شوف مين مديرهم حاول انك تجيب تزبط حالك مع نفس الإدارة أو إدارة قريبة عليهم إلى حد ما لتعرف توصل للمنظمة هذا يعني يمكن يكون أحسن إشي هذا طبعا كل هذا الحكي بده يصير بعد ما أنت تكون خلصت بسيرتك مبتدى وجبت سجلات وعم تنتصر وعملت لحالك اسم إنك تكون بلشت في حياتك الاحترافية لعبتلك كمحترف في حياة الله منظمة أي إشي بجيك ألعبه أي إشي اسمه احترافي ألعبه إن شاء الله أكون هوشي في الشارع إلعبه سجل لك واحد صفر اثنين صفر قبل ما تروح على هالنادي وتقولهم تعالوا يا جماعة سعدوني تمام الحمد لله اختصرت الجواب هذا أكثر اختصار بقدر أحكيه وبوصيدك وشواء فسأتعرفوا عليك واتصلوا فيك طيب لأنهم مش هيتصلوا أنت عم بتنائل أسئلة هيك عشان مش ماشي على الترتيب لا عم بقرأهم بالترتيب يا أبا طيب هذا إجاب ما رجعت أوكي سؤال غريب مين أخطر ملاكم في الوزن الخفيف حاليا في نظرتكم في الوزن الخفيف أفضل ملاكم ملاكم لا عم بحكي في الملاكم الشاب ملاكم عم بقولك لا أنا بحكيش ملاكم أصدق أفضل ملاكم باليو أف سي لايتويت أنا شاء أنا قارئها مين أخطر ملاكم في الوزن الخفيف حاليا في نظرتكم لو ملاكم باليو أف سي بقولك كونر لسه برأيك كونر أيمنوف باللايتويت بس ملاكمة بس ملاكمة مش أمامية فهمت عليك آه طبعا ما فيك ناخداش منه إذا عم تحكي ملاكم كملاكم كمبوسس بوسس طب 3 UFC fighters that never became a champion هذا سؤال كتير حلو من فادي فادي زرقات فادي زرقات ملاكم مقاتلين عمرهم ما وصلوا لللقب أوه قلبي أوكي لا لماذا عنده فرصة لسه يا عمي لا أوكي مين فضل أعطيني من عندك طلع على الأبطال الأيام زمان كمان مش بس الريسنت هدول طيب مين ذو اللي قلبي يا زرق انت التاني قلبي قال دان هندرسون دان هندرسون عمره ما أخذ لقب لا شيت صح تخيل دان هندرسون صح دان هندرسون عمره ما أخذ لقب وال دان هندرسون طب هاي واحد بدنا كمان اتنين بقول لك يوهل روميرو ممكن يوهل روميرو نظرية آه بس أوكي فاين يعني بعد اللي عمله ب ويدمان حرام معك مين كمان جيل سانن جيل سانن آه لا لا أنا هاي مش معك فيها إذا كان مرة كان مرة اللعب على اللقب آه بس هذا يعني مش كان واحد انت بتقول هذا كان لازم يكون بطن جوزف بنا بنا فيديس بنا فيديس عشر مرات لعب على بنا فيديس بنا فيديس يمكن لعب على اللقب أكتر مما لعب نزالات عادية زي شو سمها هاي وانا جون جيتشك لا أخذت صارت بطلة آه صح كانت بطلة بس يعني لعبة مرتين كل كل يعني كل نزالاتها على اللقب آه بنا فيديس بنا فيديس أوكي حلو السؤال حبيت السؤال آه شكراً إليك يا فادي بالله عليك بس أنا بحط شيلسونن صراحة نبغى تنبؤاتك في نزال حمزة شمايف ضد نيت دياز هذا السؤال من محمد ما يعني ما أظن يصير نزال هاد صراحة هادا بيكون جنون بتكون أمه داعي علي لنا بتكون أمه داعي علي لو خلته لو لو انهبل وقرر يلعب هيك نزال هادا نزال بيخلص فأول عشرة ثواني يعني حرام يحطه مع واحد هيك مش هيك بحس بحس اليو افسي عم بحاولوا يضغطوا على نيت يعني شوف عنيف كم مرة صالحاكي بدوا يلعب مع بوريا وكم مرة بوريا حاكي بدوا يلعب مع نيت ولأنه نيت دياز ما بده يجدد عقده شفت الفيديو شفت الصورة اللي نزالها الأسبوع الماضي وهو عم بفنتر على بوابة اليو افسي performance institute؟ ولا ما شفتها. وسخ وسخ. وسخ ماني اللي عن تعريصه مأه وسخه. يقعد بفرفر على بوابة اليو اف سي. وبقولهم انا بشخ عليكم كلكم. راح ارد عليه بقول له لو انك كان عملت واحدة كبيرة. يا اسمع الواطين لا الله واطين. فبحس انه اليو اف سي عم بعاقبوه. انه بده بده يلعب يا نزال كبير مع بورية. يا يلعب نزال مع واحد انه whatever. حلوة بورية بتكون. حلوة. حلوة بتكون. اوه هاي حلوة. هاد السؤال كتير حلو. من اكتت خوداز. المهم. هاو ديو سي هولوي ضد فولكنوفسكي ثلاثة. شو برأيك حيصير ففو هولوي ضد فولكنوفسكي. كتير صعب كتير صعب كتير صعب لو سألتني قبل تلاتة شهر بقول لك ماكس رح خلاص لازم يفوت الله. بعد اللي شفناه من فولكا ضد كوريان زومبي كوريان زومبي يعني. اسطورة. اسطورة. هيك تعمل باسطورة. ما بعرف يا اخي. بس برضو ماكس هولوي اذا ما اخي نزال له. كانت حرب. ما بعرف. هلأ شو دائما نحن نحكي على الريسنسي بايس. هلأ احنا عم ننسى شو هو ماكس هولوي. اكيد لا. اكيد لا. بس اذا بتتطلع. خسر مرتين من بولكنوفسكي. مع انه ممكن نحكي انه ما خسر وهذا من الحكام وخطأ بس خسر. على الوراء خسر. اوكي. ونسبة التطور تاعت بولكنوفسكي من وقت ما خسر مش طبيعية يا زلمة. اشي مش طبيعي. مش عارف شو احكي. بدي. بدي اشارعك بدي اختلف معك بس مش قادر. وانا بدي اختلف مع حالي كمان يا زلمة بس كيف كيف فهمني كيف. معنى هولوي بعده صغير. هاي الشغلة الوحيد اللي انا. ترتسين بناتهم بجوز. ترتسين بناتهم. هاي الشغلة اللي انا بظلني دامن ارجعها انه هولوي بعده اصغر من بولكنوفسكي. هولوي اصغر من بولكنوفسكي. هولوي لحد هلأ لسه احنا انا بظلني ارجع بظلني احكي بيني وبين حالي مع كل الحروب الدموية اللي شفناها فيها. انا برأيي لسه في اشياء جوه هولوي احنا لسه ما شفناها. لسه الزلمة ما وصل البيك. هولوي ما في حدا بكل اليو افسي اكل كتل قدو. ما اندخل بحروب. نيحنه لسه بيعرف منذكر اسمه. وليش هيك ما اكل كتل. الاكزاندر فولكنوفسكي ما اكل هيك كتل. بس كمقاتل وزن ريشة ايمانوف. هل فولكنوفسكي مقاتل في وزن الريشة اعظم من هولوي انا عم بحكي من ناحية الانجازات. لا. لسه. 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 اعرابة كتير على بعض. كتير صعب. كتير صعب جاو السؤال. لو فاز عليه هاي المرة وبطريقة. يعني فاز هو على جوزي ألدو صح? اه. بعدين فاز على ماكس هولوي مرتين بعدين اورتيجا بعدين قرين زومبي. صح? اه. ماكس هولوي كم مرة دافع عن لاخبه. ما بعرف بس برضو اتوقع عدهم. مش كتير لا. مش هلقد. بلا مان ما لك. لا. بلا. عدهم. هتلاقي انه كلامي صح. لا لا لا. سؤال من محمد. من محمد برضو. العزام. محمد العزام. ليش ما منشوف ايفنس عن الفنون القتالية والملاكمة وغيرها في الاردن. والله يعني. وين تكون بتأملوا يعني. وين. فهموني بس وين. في المدرج الروماني. في المدرج الروماني. ولا بالمدينة الرياضية. ولا بالنادي الاردوكسي. وين. غير. غير ايفنس هيك. كونسرتات. اه. مشاهير. ما في اخي هون. ما في هيك شغلات باردن. ما معا بتقلب. في منه. كلامك في منه صحة. طيب. احمدو. تجاني. نزال تتمنى ويصير بالالفين اتنين وعشرين. بربان حمزة ضد وثمان. ايه نمبر وان. لا انا بدي حمزة ضد كولبي. ومين ومين? واسلام ووليفيرا. اسلام ووليفيرا. ما دوري هني. انا بدي حمزة وكولبي. بدي اوليفيرا واسلام. بدي فرانسس واسبنال. واسبنال. هي هاي جبت انت. اه. بدي. اي حدا ضد ازرايا الادسانيا. اوه. اي حدا ضد إزرايا الادسانيا I don't care اواوه. اي حدوه اوه. أكس بريرا مع الادسانيا. اوه. هاذا النيزال شو نفسي اشوفه. شو نفسي اشوفه. أه. مين كمان؟ الجمين سترلينغ مع باص او طيارة تخلعه مع انه اداءه اخر نزال بصراحة بابصمه بالعشرة كان خرافي ضد بيوتريان اوه بس ما يعني بنحبش يا اخي جيسيكا بينيا ضد دب قطبي يا اخي مش عارف ليش مش متحمس ارجع اشوفهم لا هي زرامي عم تحضر الكونتند الاتبت فايتر لا لا من بدك تحضر عم بيولعوها رح يولعوها انه خلص انه انا بدي اتبع المرة في وحدة فيهم شمطة واحدة كف ولا لا مش بتذكر شمطة واحدة كف لا ما في هذا مش مشكل مرة جه طيب what is your take on changing the UFC rules to be more like one FC knees the grounded opponent لا هذا من براء ما باتفق انا باتفق مية بالمية ترجم بس بالعربي السؤال هو بيقولك انه شو رأيك في تغيير القوانين من قوانين ال UFC لنفس قوانين one FC اللي فيك تركل او تضرب بالركبة على راس خصم منزل مية بالمية مية مية لا مية بالمية انت ليش انا بدي يسمحوا الركلات والركب لخصم منزل بديهم يسمحوا بالملشطات بديهم يعطوهم اسلحة انا جاي يستمتع انا بديهم يدخلوا واحد بسكين طيب اسمح لا بلا مزح بلا مزح انا برأيي لا وما بيساووها كمان ما بيساووها انا اشوف بدك الصلاحة يعني بعيدا عن المزح one FC لا اخدوا يعني اليو اف سي اخدوا القرار الصحيح لانه انت فعلا ممكن تنهي اه ممكن تنهي انسى انه من ناحية خطورة انسى عم بقى احكيه اخي اي جيم بتروح عليه اليوم حاليا اما ما جيم معترف فيه بتدربوا UFC rules الجيم كلها اتطورت على على هذا اله بهاي الطريقة من ناحية UFC rules ما فيك تجي تحكي والله نحنا حنسبح كل تمرين كل شي تدربته علينا لا لا بس برضو بقى برضو كتير كتير خطرة كتير خطرة واحد عائده ركب تروح تخلع وركب فاصه مين ازعم مين one of the goats بال UFC اللي طلع من UFC وراح على one FC ديمتريس صح ديمتريس جونسون خسر من هاي الشغلة بس شوف شو حكا لما سألوه قالولو هل انت برأيك المفروض one FC تتبع قوانين UFC اقلهم لا انا مبسوط هيك خليي يا اخي بس عم واحكي انه تخيل انا عجبيني هذون القوانين عم بس انا مش معك انا معك انا معك مش مش معung من نفس الاكونت اووووووووووووووووووووووووووووز about three posts us again هيرجع لي فيها بعدين جد وين هده السؤال وين عم تقرأ انت يا زنمي ارجع للأول ارجع للأول ما تنسى فيه اسألة عم تيجي فأنا عم بتدخل الجديد مع القديم لذا انبطلت عارف وين انت بتبق انت خدوا one by one يا أخي براء براء من براء top three best submissions ever هيرجع لي فيها شايف عندي المهم هاته انك انت أول شي يا بي محلى السؤال صحب كثير صحب كثير صحب حسب من شو من ناحية ثلاثة submission ولا من ناحية توئيت ولا واحد كان خسران ورجع بالsubmission انا number one هي كان خسران كل الخمس كان خسران number two جون جونز standing gear team ضد ليوتو ماتشيدا شفت كيف سابو خوف كانت مين كمان الصراحة هاي بيجوز مش سب مشن حلوة كتير بس كتير بحبها عشان القصة الوراها كمان حبيب وغيتشي حبيب وغيتشي كتعرف والله كتعرف هتقولها اه في احلى submission طبعا من هاي يا اخي شفت submission هديك اليوم نسيت مين عم بحضر highlight من event صار هلأ من فترة heavyweight عملت submission بس بيتقلو نزل على رعبته الواحد وغفي ما اه بعرفها ايش كان مين كان بعرفها اه اه قليني ارجع لك بيها ايش وحلوة كان الزلم نعم بس مش مسكر ما في لوك ما في ايش بس هتقولو عرابته طيب اسمع خدك هاي predictions for the champ of the lightweight division over the next two years مين برايك حيكونوا ابطال الوزن الخفيف على السنتين الجايات هاي knockout addict سؤال من knockout addict انت بنسويرك لو اسلام فاز لا عم بحكي لك lightweight lightweight or light heavyweight lightweight اه اسلام 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 السنتين الجايات وخلص خلص اسلام 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 غير اذا انضرب لو صار في انجري او ايش ما بعرف اذا انصاب بس كما هي الاشياء اليوم لا اسلام مش غلط عندك سؤال اه اسلام السترايكينغ طبعه كتير ناس بستخفوا فيه كتير ناس بستخفوا بالسترايكينغ طبع اوليفيرا ايمنوف مان اوليفيرا بياكل بوكسات بطخل ايمنوف اسألك سؤال اوليفيرا ليش فاز على ليش فاز على شو اسمه على جيتشي عصن لقته بال على الارض لقته مان انا ما شفت انه واسمعني قبل ما تشارعني انا ما شفت انه فوز اوليفيرا كان بسبب المصارع ابدا مع انه خلصها سببشن لا مان فوز انتصار فوز انتصار اوليفيرا ايمنوف كانت الستريت ترايت لا مان اللي لما رماها فوجهه لقيتشي لا مان غير الآخر ثاني شو عم تحكي انت يا زلمة قبل ما قبل ما يمجعوا ايمن غيرهم لا مان غيرهم ثلاث مرات بلشها بلشها تراينجل وققوا وبعدين قلبها على ارم بار بعدين رجعوا بس ايمن قبل ما يصير هاي هاي السيكوينس كله قبل ما تصير اللي تشين هاي كلها ايمنوف اللي نزل قيتشي على الارض كانت رماها في خشمه طلع له اياها من افاه طيب اخي انت ثاني موضوع حد خلنا حكي انك مزبوط انت بدي اعطيك استاتيستك حلوة تفضل قديش الابزورب سترايكس بيكلها اوليفيرا ثلاثة ونص واربعة تلاثة ونص كتير اربعة كتير اربعة كتير لا مش كتير اربعة كتير بالمنت تلاثة ونص ايش هي تلاثة ونص يا زلمي اسلام زيرو بوينت فايف او شي هي ايبت اخر مرة شفت اسلام بيكل بوكس ما حدش بوقفه قدامه ما وقفه يا زلمي مين بوقفه قدامه عنده ديفنس بجنن عنده ديفنس بجنن انت بتشوف استرايكين تبع اسلام احسن من الاسترايكين تبع اوليفيرا مش احسن غير ما بخاطر قدتل اوليفيرا اوليفيرا وقف مع جيتي ونزل مرتين على الارض كمان بيأكل بيأكل ومع تشاندلك انا حيخسر كمان ما تنسى صح هاي ما بتصير مع اسلام ما بتصير مع اسلام خطورة المدخل فيها اوليفيرا مش زي اسلام انا صار عندي احترام اكبر لأوليفيرا من بعد كل اللي شفناه منه مش يعني مش مش حغلط الغلطة اني اني استقل فيه ما حدا باستقل فيه بس انا زي ما قلتلك من اخر السنة الماضية انا بشوف هدولي كله بيلعبوا على لفل واسلام على لفل تاني مختلفنا طيب هيا عندك سؤال من اشي متى جايين على فلسطين خليين نصور حركة برتبة ونشوفكم ونعزبكم عنا والله اعزمنا جاي اعزمني جاي اصر لأربع سنين مش رايح بس ان شاء الله ان شاء الله قريبة انا نزلت كذا مرة بدل عرام الله بالحاد يلا اعزمونا جاي مش غلط خودك السؤال من زين دبدوب ليش حازم ما بدخل الكونتندر سيريز بدري لسه باكي بدري 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 هذا السؤال حلو من ايهم ان شو حيصير مع ادسانيا بعد ما يلعب مع كانونير لانه الفئة صارت مملة انا بوافق بس شغلة واحدة هلأ في فايت بين اليكس بريرا و شون ستريكلاند اه اذا فاز بريرا على ستريكلاند ادسانيا جهزوا لادسانيا واللي ما بيعرف تاريخ ادسانيا ادسانيا خسر بكيك بوكسين زمان مرتين بس بحياته من نفس الشخص وهو بريرا بس أليكس بريرا اجعل يو اف سي جديد وما عنده كتير خبرة بالمي فاليو اف سي عم بيهيقوا لريماتش بالمي فاذا فاز أليكس بريرا على ستريكلاند بطلت بتزحق اما اذا خسر انا بوافقه هذا مية بالمية انه خلص بده تغيير بده ايشي جنوني عندك واحد جاييته 24 ساعة اللي هو و و و و و عندك واحد مفصوم كوستا كوستا مش عارف رأسه من اجريه بس بشرفك 8 كيلو بخسرويت 8 كيلو على الميزان فيه طرفك ايمالوف في امتع من التويتر تبعك بولو كوستا ما ما في امتع في التويتر كلها من بولو كوستا روحوا وتابعوا اعترف انه بيغز ولا حبي بيغز اسمع بيغز كلوريكس بيغز ايجاكس محست بس ما بحبه اخي شو ده قلت ما بحبه انا ما كنت انا ما كنت احبه بس بصراحة بعد ما تبعته على تويتر رسلت اعشقه جارد كرانير يعني عنده الفرصة بعدين خلص ما بشوفه انا اشي يعني جنوني دارد برونتو رح يتقاعد مين ضل يا اخي مين ضل يعني مش هيصير دارنتل دارنتل يعني ما له امل الا اذا دخل حمزة على القفص ما هو يساعد في ناصر الدين ايما بوف براد تفارز لا ما في ما في حدا في شعبازيان ما في ما في مظبوط مين مين بدي ازرع الادثانية وكمارو واثمان يعملوا سويتش حبيبه لقلبي هذا البدي كمارو اوثمان حيتقاعد عمرو هذا البدي كمارو يطلع على الميدل ويت وبيدي ازرع ينزع على الويلترو كمارو حيتقاعد لا لا رح نشوف كمارو وحمزة رح نوه نوه من كمارو داير ورا داير ورا شو اسمه كنالو عشان بده يعمل لكم جرش قبل ما وده مان كل حدا بال يو افسي داير ورا بوكسين متحكش هلأ طارق هاي مراج دخل الموضوع فرانسيس داير ورا تايسون فيوري هاد ابصر شو كونر لعب مع فلويد كلهم بدهم سواء عم بيحكوا اون لاين ولا لا عم قتال امير البازي ضد تيم اليت ما عندي توقف امير البازي اوكي طبعا هل راح تتأثر بريف من ايجل افسي خصوصا انه اغلب مقاتلين هم روس واغلبهم بفضل يقاتل بمنظمة حبيب حبيت السؤال مية بالمية هيك رأيك طبعا طبعا ما بحس انه يعني الطريقة اللي بتتعامل فيها بريف انه كل اليفنتات تعونهم كو بروموشن مع مروج محلي ما بشوف انه في انه في كتير اختلاط ما بين المقاتلين اللي هم يروحوا من هون لهناك فاهم علي مش لدرجة انهم يتأثروا ما بعرف بس بريف فيها كتير مقاتلين توب توب روسيين اه اه بعرف كتير بس رح يأثر اه رح يأثر لأي درجة ما بعرف المقصود انه هل هيسيبوا بريف ويروحوا علي ايجل افسي لو اد رؤى لانه اكيد المصاريف في ايجل افسي ما مش اكيد ما بعرف بصراعة بس لا لا هون ما بوافق ابدا بالرأي هايك رأيك لا لا هديك اليوم بقرأ واحد ما بدي روح بلاتور بدي روح على بريف عشان مصاري احسن يعني ما اتوقع بريف ادفعه مني اتوقع بجوز انا غلطان بس بأتوقع بدفعه مني طيب اخر سؤال احكول مدعمين بريف كتير و من ناحية مصاري ما ازم بقدروا بس المشكلة انا بس خلل الموضوع هاد استراتيجية بريف اظن لازم تتغير يعني استراتيجية ايجل افسي ما عندهم اي مشكلة ياخدوا مقاتلين من ايجل او يطلعوا مقاتلين من ايجل لال ايجل في علاقة حلوة ودية نفس الشي ما على فيه بيلاتور و بيلاتور و ايجل نفس الشي لا بس بريف بيحبوا يحتفسوا مقاتلين هم اظن يس اظن مش زي يو اي ووريورز بحبوا كتير انه واحد يتخرج من يو اي ووريورز يروح على يو اف سي يعني هاي شغلة بيحبوها وشغلة منيحة استراتيجية حلوة ما ما تنسى كمان انه يو اي ووريورز صارت على يو اف سي ااب فصاروا هلأ الجمهور تبع مظمية الجمهور الامريكي صار بقدر هلأ انه يحضر يو اي ووريورز لما بيفتح لما بيفتح اليو اف سي ااب تبعته الابليكيشن التطبيق لو في افنت يو اي ووريورز حيكون اول اشي بطلع له زي ما عم بعملوا معه ومعه 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 ورقاز بريف لانه كلها كو بروموشنز في دول تانية بتحس انه خلق بتشوفها على بريف سي اف تي في او بتشوفها في الدولة الفلانية اللي هم رايحين عليها انا انا حكيتها لجماعة بريف ويش ما بيعجبني شغل الكو بروموشن ابدا صفر انا كتير بفضل انهم يضلهم في البحرين ويركزوا على السوق العربي وعلى المقاتلين العرب وانهم يحاولوا يكبروا حتى لو جابوا لعيب من روسيا ومن كزاخستان ومن وين ما كان كي ايش كي تيم تيم كبير عندهم ما يكفي انهم يجيبوا ناس من بره ويلعبوا ضدهم وانهم يعملوا افنت كل شهرين ثلاثة زي ما المنظمات الثانية بتعملوا ما في داعي لكل هالسفر اوكي روحوا مرة مرتين بالسنة بس كل اسبوع كوريا هاد الاسبوع باريس الاسبوع اللي قبل كان كوريا الاسبوع اللي قبل كان صربيا مقاتلين ما حدا فينا بعرفهم ولا واحد فينا مهتم فيهم وبش عم نحضر كمل اخر سؤال حكولنا شوي النظام الدوري حكينا في النظام وجراح حكي في النظام كمان بس اذا تحب تلخص تفضل اذا بتنتصر اذا بتخلص اوكي عنده هو النظام دوري والنظام نقاط اول اول نزالين النقاط بتنحسب فيهم اذا خلصت في الجولة الاولى خلصت النزال بتاخد ست نقاط خلصت في التاني بتاخد خمسة خلصت في التالت بتاخد اربعة خلصت وقرار الحكام بتاخد تلاتة اول نزالين بلعبوهم الكل اكتر اتنين عندهم نقاط اكتر اربعة عندهم نقاط بتأهلوا وهدول بلعبوا مع بعض على النهاية وكان الله في الرحيم اربعة او خمس اللي هو اللي بتأهلوا بيجمعوا النقاط ويلا فهو بالفعل هلأ جراح اخد ثلاث نقاط بقية المنتصرين كلهم ثلاثة بس روري مكدونالد اخد ستة يعني جراح كمان انتصار حتى لو قرار حكام او تخليص في الجولة الاولى او التانية اموره على شط البحر من ناحية انه يفوت التصفيات موبحت وهي هي يا سيدي هياك بنكون انهينا الاسئلة من الجمهورة طب فيه كمان سؤال بس شو هاللست الزبال التوب تن اللي انت طاط فيه مبارح. هدوين لقيتو اذا اي موجود. شوف اليوم طلعت حلقة نص ساعة ما بيني انا وعمار الاهماد. كله حكي فاضي. ورياضة طائمة تقول حكي فاضي بدكاش تسمع خلاص تسألنيش. بدكاش تسمع تسألنيش. في حلقة تمات لجه لجوار أحمد. حلقة نص ساعة طلعت وروح احضرها. أنا كنت كثير صريح وواضح. أولا ما كان في أي كريتيريا. أول شيء أول شيء اخرص شوي. أول شيء أنا مليش دخل باللستة بعد طارق. أنا بنتبري منها. وأنا برأتك منها اليوم يا أخي. أوكي أنا مليش دخل. أنا لستتي غير جدا. 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 أوكي شطو. هلأ. لما واحد يقول لك توب تين فايترز يعني. ما حكى توب تين. ما حكى توب تين. وروح أقلس مع المقابلة اللي عملناها اليوم. ما حكى توب تين. ما حكى توب تين. وروحت أنا قلت له. قلت له أنا. ما حكى توب تين. ما أعطاني أي. ما أعطاني أي كريتيريا. ما شو السؤال كان طيب؟ قال لي. who are the best Arab fighters right now. طيب. مش توب تين. بس طيب. مش توب تين. مش توب تين. طيب بس. تدور مش بس. مش توب تين. أنت ممكن عندك اللي بكونه هلأ كتير يعني. فأنا شو ردت عليه. قلت له بس. هاي صعبة. تاريخيا. فلان فلان. قلت لوا ولا بدك يهم. الجداد ولا ولا الإقدام التي بدك أياه. قلت له أوكي. حاطيك خمس إجداد وخمس إقدام. عملت لستة ما لAAnis دخل في التوب تين. لا كنت. ما لاش دخل في الدنيا. طيب. لا كان فيها. لأكن. لأكن ما أخذ في عين الاعتبار. ولا شي. بالخطرة. ولأشي. بهذا ولا كنت ما أخذ في عين الاعتبار السجلات. أخد تلاتة أربعة من من الكبار الكبار. علي القيسي. بلال محمد. الجراح السلاوي. والخمسة الثانية أعطيتها. قلت هدول الصاعدين. مايصر أمحمد. إسلام سياحة. هفريحة راحشة. نارت أبدا. انه شوفوا هدول. ما كنت عم بعملها طوب تن. فاليوم لما قلت له لريو واجهت فيها. قلت له انت ما حكت لي شو بدك. سألتك. قلت لك حامل هيك. قلت لي اوكي. طلع حاكي لعمار. عمار از ما تشوف اللي طلعها عمار ما حاطط فيها ولا مقاتل عربي عايش برا. يعني لا بلال محمد ولا عثمان زعيتر ولا امير البازي. فاحنا كلنا كلنا كل واحد فينا تطلع حط اشي من راسه وما يقول له دخل ما كان في اي كرايتيريا. فاللستة هيك طلعت. لما شرحنا لما شرح لي اليوم عبدالصني عن حكي في الموضوع. شو هي الكرايتيريا. اللستة اكيد هتختلف. اكيد هتختلف. عاطيني اللستة هلأ. بدون 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 order. يعني مش مش بالتسلسل. اوكي? ولا اوكي. صعب اسلسلهم هلأ. اعطي اول اتنين بالتسلسل واضحة. بلال وجراح. بلال جراح. لازم هلأ دخل مونير لزاز. لازم ادخل عثمان زعتر. انا بالنسبة لي لازم اضلوا امير البازي. سجلوا في اليو اف سي. كتير حلو. مين كمان عندك? بخلي علي القيسي فرشور. محمد فخر الدين دفنت لي. مين بدي كمان ثلاثة? مين كمان? علي طالب حابة بخليه بس بتصير صعبة شوي ازا عب تحكي طب تن عربز لانه لسه. ايو ايو واريورز ما عنده خبرة هالهل. ومنصور برناوي ما بتحطه. منصور برناوي. فور شور. اه. منصور برناوي. بضل بيديد كمان اتنين. عبدالكريم استلوادي. عبدالكريم لا. حاليا لا. حاليا لا ايكانت. بصراحة اخر نزالين الو ما كانوا بالنسبة لي. ما كانوا كفاية اني احطه احطه في هاي الاستلاء. زعيتر? عثبان ذكرتي عثبان. ما بعرف مين اخر اتنين خليني افكر. بده كمان اتنين برتبين. ما بعرف. انت اعطيني. ضيل اتنين برجعلك فيهم. مديون. بلالة محمد جراح سلاوي. منصور. مونير لزاز. امير البازي. عثمان زايتر. فخر الدين. رامي حامد. رامي حامد. عبدالكريم استلوادي. هاي حلقة لحالها. عبدالكريم السلوادي غصبا عن راسك. محترامي. وبحط اه. مين كمان بحط? ممكن خالد طاها او انا استراج مونير. وممكن. اذا على الكريتيري اللي حطوها اليوم انه لازم تكون لعب اخر سنة. حتضطر تستبعد انس. ولا كان دخلته انا. اوكي. هاي هي. اه لازم تقول لعبانة. هاي الكريتيري يطلعوا فيها اليوم. لازم يكون لعب اخر سنة. لازم يكون عربي. سجلات. حمزة قوهجي. حمزة قوهجي. معك مية بالمية. او او محمد يحيا. تفكر فيها. قوهجي. يس. هاي اللستة. لو هعملها على هذا الكريتيريا. معك بس الوادي فينا نختلف. محمد يحيا صحيح. يس. فينا نمدها للتناش. فيك تعمل ديرتي دازن. طيب. وهذه. وهذه. ما في يو اف سي لسبوع هاد. اوكي. فحابب أسنع من الجماهير شو حابين للحلقة الجاي تكون. هي عملنا السنو جمهورها مرة. عطونا اختراحاتكم على الحلقة الجاي. نغير شوي من الموال. أنا عندي لك فكرة. فضل. نشوف رأي الجمهور فيها. للي حضر هاي الحلقة لآخرها. شو رأيك نجيب النزالات اللي هي فري. من اليو اف سي اللي هما بنزلوها متاحة انك تعيدها. ونحطها ونعلق عليها. النزالات اللي. الادي القديمة. فري فارتس. اكيد لا بدرش انا اعلق عايشي عارف الرزال شو هو. كيف يعني. انه هيك يعني انه شوف هلا شو بدي يصير. ما في حماس اذا انا عارف شو هيصير بعد. طيب طيب يا اخي عم بعطليس بطلع لك بفكرة يا اخي عم بحاول. هاي فكرة متل وجهك. انت عن جد حيوان. ما بعرف مش بحكي معك اصلا. افكارك ولستاتك هدول شي بخزي. خلي الجماهير يطلعوا فكرة. او طال اسليمان. طال اسليمان. خلي الجماهير تنقي فكرة. خلي الجماهير تنقي الفكرة. انا اولنا فكرة لحلقة الاسبوع الجاي. اللي فيكم حضر هل ثلاث ساعات مش عارف قدر صل نعم. نعك. و that's it. اعملوا سبسكرايب لو سمحتوا. واعملوا فالو على هوش ايما مي بالانستجرام. واعملوا لايك. و اخر اخر اشي اللي فيكم عنده شركة بالذات في الاردن. وعم بتدوروا انكم بتجيبوا حدا يشتغل معاكم كانتو تكونوا سبونسر. واحنا نعمل ادعايات وننزلكم بوس ونتخانة مع بعض ونلبس البردك تبعكم. ونسولف عن هذا الاشي. احنا حاليا عم ندور على سبونسر. وانا عن نفسي مستعد ابيع اي اشي لاني لالله رخيص. فيعني شو مكان جيبوا. ومش عم نطلب كثير يعني. عن جد مش عم نطلب كثير. فلو سمحتوا. ما في فلوس. انا يا الله فلوس. الفلوس ما في. ايجي فلوس انا يسوي دعاية. انت ما يجي فلوس انا سوي اخرى مع الوجه مع الانت. يلا يعطيكم العافية يا جماعة الخير صباح الخير. سلامات.